السلام عليكم وبركاته 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 وعلاكم يا شباب رجعينا من اليوم مقطع جديد المقطع هذا راح تكلم فيه على أشياء مرة مهمة لازم تعرفونها أو أشياء صراحة لازم تبدو تسوونها في آخر ثلاثة سبيعي اللي جاية الأشياء هذه راح تفيدكم للسنة الجاية ما هو تجهيز قبل بداية السنة الجديدة ولا تجهيز الإضافة ولا تجهيز السيزن لا المرة هذه تجهيزات عشان الإضافة الجاية لسه باقي فيه على الأسبوعين الجاية بإذن الله رح نزل لكم تجهيز السيزن خلونا من تجهيز السيزن وخلونا من هذا كله رح نتكلم اليوم على أشياء مرة كثيرة وممتازة وراح تفيدكم بكميات مرة كبيرة حلوين؟ خلونا نبدأ في المقطع يا شباب لكن قبل ما نبدأ في المقطع لا تنسوا لكم تشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركين وزر اللايك يا حلوين ونقول بسم الله طيب شباب الآن زي ما أنتم عارفين الفترة هذي اللي فاتت صار فيه update يوم الثلاث اللي فات نحن طبعا المقطع هذي رح ينزل لكم يوم الثلاث قبل الreset عشان الكل يجهز نفسه أنه من بداية الثلاثة سابيع عادل جاية يكرفون كرف مو طبيعي عشان تستفيدون قد ما تقدرون أنا بس أبغالكم الخير أبغالكم تستفيدون ما بواحد يجي فادة يقول لي والله ما عندي ما جمعت ما جت فرصة لا عندكم ثلاثة سابيع لحد يقول لي ما عنده فرصة ثلاثة سابيع لحد يجي يقول لي ما عندي عندكم وقت لو كل يوم تلعب ساعتين كفاية ساعتين مرة كفاية ورح أوريكم الشي هذا قدام عندكم طيب الحين في البداية يا شباب أول شي رح أتكلم على موضوع الupdate اللي صار يوم الثلوث اللي فات الupdate لمن صار يا حلوين غير شغلتين مرة كبيرة في اللعبة أول شي ما عاد صار ينزل لنا أي شي لون أزرق من الإنجرامات بدال الرير إنجرام اللي هي الإنجرامات الزرقة صار ينزل لنا بدالها لجنديري يعني باختصار كذا أي أحد بيجي يقول لي ما عندي لجنديري شارد رح أقول لك الثلاثة سابيع اللي فاتت بالإضافة أن الأسبوع هذا ولكن راحت عن بالي أن يتكلم عنها ثلاثة سابيع الجاية عندك فرصة أنك تجمع لجنديري شارد بكمية ما تتعوض مرة ثانية يعني باختصار لو تفرم فرم السيزن الجاي كامل أنت في ثلاثة سابيع هذه الحين بس اللي إحنا فيها يمديك تجمع اللي بتجمع السيزن الجاي كامل أعطيك إيها بصراحة كمية الليجنديري الإنجرامز اللي قاعد تنزل لنا وني قاعد نكسر فيها ما هي طبيعية هذا واحد حلو لا أحد يجي يقول لي ما عندي وقت لو أنت قاعد تلعب الأشياء الأشياء اللي بعد شوي رح أتكلم عنها وأنت لو بس قاعد تلعبها كمية الإنجرامات رح أتطح لك مو طبيعية أنا أعطيكم إياه باختصار أنا قبل شوي لعبت Mission 1 لعبت ال-heroist حلوين مجرد بس أني لعبت ال-hoist خلصت من ال-hoist زي ما تم شايفين قدامكم عندي أربع إنجرامات في ال-postmaster ما قدرت أشيلها من كثرة الأشياء اللي قاعد تحلي في الأرض ومن كثرة الأمبرال إنجرامز زي ما تم شايفين قدام عنكم فل ما عندي مساحة من كثرة الإنجرامات اللي قاعد تتحلي باختصارا شباب أنا أعطيكم يا بكل صراحة أنا قاعدت أفرم لدرجة أني نزل عندي Legendary Shard نزل أليه 20 ألف سبوع واحد في سبوع واحد رجعت أربع آلاف من اللي أنا صرفته أربع آلاف يا شباب ترامات تعوض يعني إذا أنا في سبوع واحد قدرت أجمع أربع آلاف ثلاثة سبيع الجاية كل سبوع أجمع أربع آلاف أربع آلاف أربع آلاف أنا أقدر أجمع 12 ألف Legendary Shard لو كل يوم بس بس ما حقول لكم أنه أنتم يمديكم تسويوا نفس اللي أنا قاعد أسوي أنا صراحة قاعد أكرف في اللعب قاعد أحط عدد ساعات مرة كبير غيري ما عنده وقت ما عندي مشكلة أقلها لو جمع 500 Legendary Shard كل يوم تكفي ترى من النساء أنا أقول لك بكل صراحة تكفي 500 Legendary Shard تكفي حلوين كل يوم كل يوم أضربها 500 في 7 تتكلم على 3500 دماني غلطان والله ما أدري في الأسبوع يعني تقريبا تتكلم تقريبا أقل مني ب500 Legendary ما عندي مشكلة خلين نقول لو تبي 500 كل أسبوع ما عندك وقت حلو 500 1500 Legendary Shard تراها نعمة أقول لأنا معاكم صريح أنا عندي واحد من الشباب قاعد بتوا بادي في اللعبة أنا قاعد أساعد قاعد أدخل بحسابة وأساعد أن يخلص أشياء مرة كثيرة في حسابة حسابة كان ما في ولا Legendary Shard ما في ولا قطعة Legendary Shard الآن حسابة في تقريبا ما يقارب 1200 أو 1300 Legendary Shard وإحنا بس قاعد نلعب كده قاعد نخلص للقصة قاعد نخلص للأشياء الجانبية قاعد نخلص لهذه الأشياء جمعنا لـ 1200 من 1300 Legendary Shard وإحنا بس قاعد نلعب فرصة يا شباب لا تروح عليكم من نسبة لل Legendary Shard هذا واحد لا تجون تقولوا لي المقطع الطويل اللي أنا عارف المقطع ربما يطول شويتين ولكن على العموم أنا بنصح واللي يبغى يستفيد يستفيد أنا بكم معكم صريح ثاني شي يا شباب موضوع المتيريالز عشان تقدرون تشترون أسلحة حمراء زي ما انتم شايفين قدامكم أنا ما هقول لكم إن أنا عندي كمية مرة كبيرة وأقعد أجمع وعندي أقدر أشتري حق أسبوع وقدام لا 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 قدام عينكم عندي بالضبط على قد أني أشتري سلاح واحد من كل سيزن وكل يوم بعد الريسة اليومي أدخل حق سلاح واحد بالضبط ما تاخذ معاني ساعة ونصف أو ساعتين وأشتري الأربعة أسلحة كل يوم وراح أوريكم شي هذا قدام عينكم الحين أنا ما عندي ولا شي حلوين يعني أنا توني قبل شوية راح تلعب تجمع تلمي تيريال الحين قدام عينكم راح أوريكم الشي هذا راح أروح عند كل فندر اللي موجودين في الهلم وراح أشتري السلاح أنا من نسبة لي من هنا أشتري المشين قن لأن الهيفي راح يخلص معاي أسرع وأفضل بكثير أني أنا أخلص من هنا فهذا الشي راح يساعدني أني أنا أخلص الأسلحة الحمرة مرة بسرعة من نسبة للسلاحين اللي موجودين هنا عندكم من نسبة للورتيبل عنده برضو ماشين قن فبرضو نفس الشي أنا ما أحتاج أنا ما أحتاج الأسلحة أنا الأسلحة كلها مقفلها وراح أوريكم شي هذا قدام عينكم ولكن أنا أحتاج المتيري اللي تعطيني يا الأسلحة فأنا أخذ إيش أسهل لأني أنا أخلص زي متشوفين قدام عينكم برضو فيه ماشين قن فرح أخذ ماشين قن من نسبة للسيزن اللي قبله أو معلش السيزن اللي فات برضو نفس الشي عنده ماشين قن فرح أخذ الماشين قن السيزن الوحيد اللي ما فيه ماشين قن للأسف اللي هو السيزن حق البلندر أو معلش مو البلندر السيزن هو الوحيد اللي ما فيه مرة كويسة أن يقدر أخلصه بسرعة. فأقوم أنا من نسبة لي ثاني أسهل سلاح ممكن أخلصه أنه يكون او أوتو رايفل أو أي أن كان. فأنا من نسبة لي دائما ما أشي أفعله خلاص تعال اسحب الكاليس ميني تول على طول. وكذا أكون سحبت الأربعة أسلحة حقت اليوم. حلوين. المقطع هذا ترى نقع صور لكم يا باختصار ما حا كذب عليكم. المقطع هذا قاعد صور الساعة ثمانية الصباح. حلوين. فحطوا في بالكم أنه أنا ما عندي يعني كيف أقول لكم. بالضبط من الحين إلينا الريسة وبعدين راح أرجع بعد الريسة أجمع موارد عشان أرجع أشتري الأربعة أسلحة. أنا صار لي أسبوع. حلوين. من أول ما بدأ الأسبوع إلينا اليوم. يعني تقريبا أنا صار لي سبع أيام قاعد أشتري أسلحة حمرة. زي ما تشفين قدام عنكم. الحين أبرمي ثلاثة أسلحة هذي أو الأربعة أسلحة اللي أنا قبلو شي شريتها في الفولت. حلوين. الحين أبوريكم قدام معينكم أنا في مجرد أني أنا قاعد ألعب كل يوم. كل يوم بس عشان أشتري أسلحة حمرة. غير الأسلحة الحمرة اللي أصلا كانت مرمية عندي لما كنت ألعب ريدات ولا أي أن كان هذي كنت أرميها. أنتم ركزوا معي الأسلحة اللي أنا كنت قاعد أشتريها راح تكون أسلحة السيزينات لا تركزون في أسلحة الريدات. حلوين. وأنا قاعد ألعب بعض الأحيان ممكن يطح لك سلاحة أحمر. فهذا برضو شيء إضافي يعني زي ما شايفين المستحيل لكي أنا شريتها. جاني إضافة. جاني وأنا بس قاعد ألعب كذا فكيت الصندوق اللي في الخير أعطاني البيس أوف مايند أحمر. طيب نجي للصفحة الثانية. قدام عينكم. بولس أحمر. شدقنين أحمر. سايدارم حق ايرن بانر أحمر. البولس رايفل الجديد. أربع عندك أحمر. هلوين. هذي كلها طاحت لي أنا ما شريتها أصلا. أوتو رايفل. لنا شاسمه الفيوجينين. هنا عندكم حمراء. نروح شاسمه. الاسم جي حق البانغارد أحمر. هذا كلها بس كينثيك. لسه ما دخلنا في الانرجي. تفضلوا. قل زي ما تشاهدون قدامكم. هان كنن حق ايرن بانر. الاثنين فيوجين. الأسلحة اللي تحت زي ما تشاهفين. تقريبا نص الصف مليان. كلها سلحة حمراء. جلس صفحة اللي بعدها. شوفوا كمية كالس مينيتوري الحمراء. بيلوفد أحمر. البو حق السيزن أحمر. الجليفز حمراء. هذي كلها بس وانا قاعد ألعب ترى. زي ما شايفين. شوفوا الصفحة الأخيرة حق الهيفي. كلها حمراء. قدام عينكم. أنا ماني قاعد أقول لكم. والله الكلام هذا من باب إنه والله بس أبقى أرمي كلامه. قدام عينكم. أنا كل يوم بس قاعد ألعب. أشتري الأسلحة هذه. واجي أرميها في الفولت وامشي. وإذا طاح لي زيادة طاح لي زيادة. غير كذا ما عاد سرتي لعب ترى. أنا صر لي ثلاثة أسابيع. أو صح معلش. الثلاثة أسابيع الجاية. هذا اللي أنا قاعد أسوي ترى. أدخل دستيني بعد الريسة اليومي. أجي أجمع الميتيري الحق. إني أشتري سلاح واحد فقط. بس إني أشتري سلاح واحد من كل سيزن. أجي أشتري الأربع أسلحة حقتي. أرميها في الفولت وامشي. سوفوا شوفين قدام عينكم ما خلصتوا ولا سلاح منها. هذه قدام عينكم. أنا من نسبة لي راح عدي كل سبعة أيام. يعني اليوم أنا من نسبة لي اليوم هو السابع. اليوم أروح أدخل لاست ويش الريد واحط الويش حق تشيرو تشي. وأروح لي الانكاونتر حق تشيرو تشي هناك وأبدأ أسحب الأسلحة هذه الحمرة وأبدأ أسحب المتيري اللي فيها. ليش راح أسحب المتيري تقولون لي يا حمد. أنا راح أقول لك باختصار أنا ما عندي متيري. أنا أحتاج المتيري. زي ما شوفين قدام عينكم أنا قاعد ألفل الأسلحة اللي باقيت لي ما بقال غير ثلاثة أسلحة لو لفلتها. أنا كده خلاص صويت كل الأسلحة صنعت ها. ولفلتها إلى معشرين ولكن للأسف زي ما شوفين بدام عينكم أنا ما عندي متيري حلو و راح أوريكن الشي هذا قدام عينكم زي ما شايفين البول لobsوظو عشرين بس ما حطيت علي بركاته ما عندي متيري اللي نقدر يحط بركات ال Все مiverse ما حطيت بركات ما عندي للأسف يعني هذا الشي ترا مره مره مضايقني إنه أنا ما عندي متيري حق الأسلحة الحامرة ولكنjaz عندي تسعة هنا الفولت تتوقع حق الورلك ما في ولا شيء ولكن الهنتر عندي ثمانية مدري التايتن عندي في ثمانية مدري تسعة سندن تالوي غير كذا انه انا اصلا اقدر اعرف من وين اقدر اجيبها مرة بسرعة فاقدر احط بركاتي على الاسلحة ولكن للأسف زمن شوفين انا كنت مرة مرة في شح مو طبيعي للأسلحة الحمرة عشان اقدر اصحب المتيري اللي فيها بس هذا الشي ترى مرة مرة يقهر انا عارف انه فيه ناس كثيرة راح تقول مكتع مرة طول بزيادة ولكن عن العموم طيب ثالث شي راح اتكلم عنه ولكن اباكم بس تعطوني فرصة بسيطة فقط ابا اروح لي التاور وراح ارجح لكم يا حلوين وعذروني لو طولت المكتع عليكم طيب شباب اللي راح يصال انا وين انا عند الجهاز اللي جنب الفولت اللي موجود في التاور بس ابا اتكلم على كم شغلة مهمة لازم تكونوا نحطينا في بالكم اول شي مقاطع الجاية باذن الله راح ابدأ اتكلم فيها على كل تغييرات دستني بما فيها البفات النرفات كلها راح تجي بالاضافة انه لما اتكلم على البفات والنرفات زي ما انتم كنتم طالبين ما حقصر معاكم راح احط صورة كل سلاح او بالاصح انا راح اروح اوقف على كل سلاح راح اتكلم عنه قبل ما اتكلم عنه عشان ما حد يقول لي والله ما عرفنا السلاح اللي انت تكلمت عنه انت بس قلت اسمه بس احنا ما نعرفه ولا اي ان كان ما حقصر معاكم راح اوريكم الاسلحة واحد واحد وراح اتكلم عنها لو انا كنت قاعد يتكلم على بف والنرف على انسلاح معين ولكن لو قاعد يتكلم على اركتايب كامل مثلا جرنيد لانشرز كلها راح اقول لكم جرنيد لانشرز كلها فيعني هذي مفوضة انها تكون واضحة هلوين فهذه من هذي ناحية تشيلونها انا الهام في المنطقة هذي او منطقة اليكزوتكتس اللي يمديكم تشترونها لو ما هي عندكم راح اتكلم على اسلحة معينة هذه لازم تحطوناه في بالكم انها مرة مرة راح تفيدكم لسنة الإن翻 حلوين لاحد لاحد يجي يقول لي طب انت ما قلت البفات ما قلت النرفات لا لا انا قبل ما حتى اتكلم على البفات والنرفات انا هذه الاشياء لازم اتكلم عنها الآن قبل ما اتكلم حتى على البفات والنرفات لأن فعليا أنتم تحتاجون الثلاثة سبيع الجاية اللي ما معا ميتيريال ولا مثلا ناكسة ميتيريال ولا أين كان زي ما شايفين تحتاجون الأكزوتيك صايفر تحتاجون أسند انشار عشان تشترون مثلا الأسلحة هذه لو كان مثلا سلاح ريد ولا كان أين كان تحتاجون سبويلز فلازم تبدو نجمعون سبويلز فأنا الآن لازم أقول لكم الأشياء هذه عشان لا تروح عليكم أو بلا صح عشان تكون عندكم أجاهزة للسيزن الجاي بإذن الله والسنة الجديدة والإضافة الكبيرة بإظن الله للسنة الجاي حلوين أو سنة 20-23 من نسبة للأسلحة في الصندوق الأول حتى لو كان عندك السلاح لا تقول والله طبعا عندي ليش تكلمت عنه فيه ناس اللي الآن لسا ما تعرف من الأسلحة هذه مرة كويسة فقلت مرة واحدة أنصح فيها من نسبة للخانة الأولى يا شباب عندكم السليبر سيميلنت واحد من أفضل اللينير فيوجينز الإكزوتيك اللي موجود في اللعبة فيه نيرف رح يجي للنيرز رح تكلم عنه زي ما قلت لكم في البفات والنيرفات ولكن النيرف ما يشمل السلاح هذا فلا زال رح يكون واحد من أقوى الهيفيز اللي موجودة في اللعبة فأنصحكم فيه يا شباب اللي ما عنده السلاح أنصحكم فيه أن يكم تأخذونا من نسبة للخانة هذه برضو رح أقول لكم رح أنصحكم بالأوت بريك بيرفكتد لأنه واحد من الأسلحة الكويسة كبولس ريفل ولكن اللي ما يحب يلعب بولس ريفل ترمو أنت مجبرونك تلعب فيه أبدا لأنه فيه أسلحة رح تنزل أو في بفات رح تخلي أسلحة أقوى منه بمليون مرة هذا من نسبة للخانة الأولى فيه ناس رح تجي تقول لي طب ليه ما تكلمت على البولارس ليه ما تكلمت على الليجيند فاكرس أنا قاعد أنصح بأقوى الموجودين حلوين من نجي لأسلحة الفورسيكن من أسلحة الفورسيكن رح أقول لكم ورح أنصحكم ثلاثة أربع مرات من نسبة لي أنا الليمنارك واحد من أقوى الأسلحة اللي ممكن يكريك فيه أشياء مرة كثيرة بالإضافة أنه ترى السلاح عليه لمنارك آم علش عليه أوفرلود من غير ما تحط الموت حق الأوفرلود فالسلاح مرة جبار ثاني سلاح رح تكلم عنه اللي هو لأنه فيه بف رح يجي مو للسنايبر نفسه ولا للخاء يعني للسبيشل ولا للإزناقي نفسه ولا أي أن كان رح تكلم عنه زي ما قلت لكم في مقطع الحالة ولكن رح أنصحكم بس أنه فيه بف جاي في الطريق للإزناقي فأنصحكم أنكم يكون جاهز معاكم لأن السلاح هو واحد من الأفضل الأسلحة كDPS أو Damage نجي للسلاحة اللي بعد ربضه رح أنصحكم فيه اللي هو الأناركي فيه بف مرة مرة قوي جاي حلوين والبف ما هو هين على الأناركي وراح يرجع الأناركي بإذن الله العز أيام أناركي أنصحكم فيه وبقوة يا شباب طيب هذه من نسبة لأفضل ثلاثة أسلحة من نسبة لي فأي فورسيكن رح أنصحكم فيها للسنة الجاية نجي للأسلحة اللي بعدها من نسبة للأسلحة اللي موجودة في هذه الخانة كلها ما حنصح إلا بسلاحة واحد وناعرف أنه ممكن فيه ناس كثيرة راح تقول لي عارفين وش السلاحة راح تتكلم عنه لأنك دائما نتلعب فيه الوذر هورد ما حكثب عليكم الوذر هورد واحد من أفضل الأسلحة اللي موجودة في اللعبة نصيحة من أخوكم خذوا الوذر هورد لأنه برضو في بوف جاي في الطريق فخذوا الوذر هورد يا حلوين نروح للأسلحة اللي بعدها حقت بيوند لايت بيوند لايت ما حنصح فيها بولا سلاح غير التي كوز ديفينايشن بس هذا السلاح الوحيد اللي ممكن أنصحكم فيه من نسبة للأوقية الأسلحة كلها اللي راح يقول لي طيب لورنس لورنس زبال ماختصار راح تقميها لورنس زبال الآيجر سبيكتر زبال زبال عامة دوالتي كويس زبال عامة أنا من نسبة لي أتكلم عن نفسي ما لي شغل في أي أحد راح يجي يقول لي بس السلاح أنه أفضل الموجود نجي لي الويتش كوين وثلاثة أسلحة المفوضة أنها تكون هنا في عندكم الاسم جي حق السيزن هذا لسه ما حطون هنا ما حنصح ولا واحد منهم غير القرناد لانشر القرناد لانشر في بوف جاي في الطريق برضو هذا كل اللي راح أقول لي ما حقول لكم أي شي البوفات ما حقول لكم أي شي النرفات الآن استنوا المقطع اللي راح ينزل في الأسبوع هذا الأسبوع هذا راح يكون ملغم بإذن الله أقل شيء أقل شيء راح يننأزل ثلاثة أو أربع مقاطع راح أبدأ أتكلم فيها غير الريست طبعا الريست اليوم برضو المقطع هذا راح ينزل لكم قبل الريست بعدين عندكم مقطع الريست مقطع الجراند ماستر وبعدين يمكن ينزل لكم كمان مقطعين راح أتكلم فيها على التغييرات اللي راح تصير في الإضافة الجاية ولكن أنا كل اللي عليه الحين أنا قاعد أنصحكم من بدري إيش الأسلح اللي أنا أنصحكم فيها تأخذونا القرناد لانشر هذا أنصحكم فيه بقوة لأنه في بف جاي في الطريق حلوين اللي راح يقول لي طبعيش الخانة هذي ليش موجودة عندك ما موجودة عندنا لأنه أنا شاري إضافة اللايت فول الدلوكس فجاني الأوتو رايفل ولكن للأسف الأوتو رايفل راح يصير فيه تغييرات مرقوية ولكن ما حتكلم عنها برضو في المقطع هذا نيجي لي خانة الليجيسي خانة الليجيسي ما يمديكم أصلا تلعبون إلا بالأسلحة اللي موجودة فوق هنا الباقي كله صار لسنست فما لا أي قيمة لأنه الباور حق راح يكون 1350 ولا يمديك ترفع الباور حقه فما أنصحكم فيها ولكن على العموم إذا حابينكم تشترونها اشتروها ولكن اشترو اللي فوق قبل اللي تحت لأن اللي فوق هم اللي تقدرون تستفيدون منها اللي تحت ما تقدرون من نسبة كل الأسلحة اللي موجودة في الخانة هذي كلها اللي هنا ما حنصحكم إلا بسلاح واحد الكرايم يؤتني اللي هو السلاح الرجوال حق السيزن اللي فات اللي ما جابه جيبوه أنصحكم فيه غيره ما حنصح لأنه زي ما قلت لكم أنا عارف إشيه البفات وعارف إشيه النرفات اللي جاية وراح أنصحكم باللي راح تستفيدون منه أو راح يكون أفضل الموجود السيزن الجاي هذا السلاح اللي أنا راح أنصحكم فيه كرايميوتني هذا من نسبة لكل شيء أبتكلم فيه في هذا المقطع يا شباب أنا عارف ممكن أكون طولت عليكم المقطع ولكن زي ما قلت لكم أنا جاي أنصح وجاي أفيدكم قبل الريسة حق الأسبوع عشان عندكم ثلاثة سبيع شدوا حيالكم حاولوا تسويوا قد ما تقدرون في ثلاثة سبيع هذه عشان لا تروح عليكم أشياء مرة كثيرة ممكن تستفيدون منا يا حلوين هذا هنا وصلنا نهاية المقطع هذا كل اللي كنت بقول لي يا شباب هنا وصلنا نهاية المقطع مرة ثانية حب بس أني أقول لكمgangوا شباب أشكركم 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 على الدعم اللي أنتم قاعدين تعطوني دعوني يا شباب حاب أني أشكركم من كل قلبي على الدعم اللي انتم قاعدين تسويونا من نسبة لزر اللايك يا حلوين ترى بس انه يحفزني اني انا اكمل لا اكثر ترى لا يفيدني ولا يسوي لي اي شي غير انه يعطيني بس تحفيز معنوي انه فعليا الناس انه انتم مرة ما انتم مقصرين معاي زر اللايك ترى والله لا يفيدني ولا يجيب لي فلوس ولا يسوي لي اي شي في الحياة ترى كل اللي يسويه انه يعطيني تحفيز معنوي اني انا اكمل ويعرف انه الشي هذا قاعد يفيدكم أو يعجبكم أو تبغوني أكمل غير كذا ترى والله العظيم زر اللايك ترى ما يفيد زر السبسكرايب عشان تتابعني لا أكثر شكرا بس هذا الكل اللي أبقلكم إياه فالله يسعدكم يا شبابين وصلنا إلى نهاية المقطع اللي مو مشتركين في القناة وإنكم تشتركون وزر اللايك يا حلوين ونشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية وآسف على تطويرة المقطع سلام عليكم